ليالي رمضان ارجعنا لكم في ليالي رمضان التاسعة وثمانية وارفعين دقيقة توتسويت موحدنا مع زابينغ 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 اي هيتش عندك مادم سميح شنبداي بتواصعة بالزكاة ليه التزام من منا بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرض اداء زكاة الفتر اعلن مفتي الجمهورية التونسية اليوم الاربعاء ان قيمة زكاة الفتر لهذا العام 1445 هجري 2024 تحدد ب2000 ملين سامير زادة برشا اي انا انا زكاة ملتصلي حددها المفتيكها وماتا ما تنقش فيها زكاة نقول ان شاء الله سووا مقبول وضم بخفول جميع الامة الاسلامية وكل عام وهم حيين بالخير وحنا وحنا الكل حيين بالخير وعافية وصحة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يبلغنا العيد لفقتنا مفقودين ان شاء الله الخبار الثاني مهزلة صارت اليوم في مؤسسة تربوية بتحديد مدرسة المنجسلي مع تبداية اسبيخة ويلاية القيروين شفت الفيديو انا في بادي سيت كاميرا والحقيقة انا بادعرفتلي بالرسمي والله في بادي كاميرا كاشيو لافازة خاطر برشة الناس بعثولي تعرف مع تكي بدا في الاعلام حسوني انا المسؤولة مساجتي اليوم كل مع تفيسبوك كاملة بعثي في الفيديو ولاية تتهجم على مربية داخل القسم وتتلاف بألفات سوقية واللاأخلاقية قدامة لامذة وحاولت تستفزها مستها في وجهة بيدها شفتها شفتها اعتداء ذكرا وتمسها بيدك تمسها بصبعك في وجهة معناتها ذكا كله اعتداء حتى ودور وتقلب في القسم وستخطلت شهريتك 10 ملايين وهذا كذا اما انا الحاجة الزادة اللي نرفزتني شوية كيفاش تلميذة قاعدة في الصف الاول تقوم تدزها كاكا غيان كو معنا بش تخلي المكانة متاحة للولدها اي صدمتني اذاك بصراحة ما انفيدات نعيشو فيه مدر جامش تكون عادية رحكي القامة صحيح في بعض الاحيان نلقى وتسيب وإلا مشاكل مع السيدة إلا المعلمين ولا المعلمين معناها تمام مشاكل معه نلقى ومشاكل ومشاكل معه في القوانين ما بتدخلش لك للقسم وما عندكش حق لا تحكي لها معه التلميذ لا معناتها راهي أهلا دي باسي لليمية الكل هذية قلة احترام المؤسسة انا نحب نعرف وهي وهي داخلة مراها حد معنا ما تصورش داخلة كالمين راهي من البيب بالصفة هذيك ما وقفها حد مثلا مايش وينهم ما نعرشين شفتهم يجي نقولك زي دا حاجة أخرى معت نجم تكون هي داخلة دي جا ماشي مخ تعملي لها كتمسة ولا تقولها ليه تولي قضي زي دروة هما كانوا انا ولاي ما عندش حق تدخل للقاعة ايو عندش الحق قماني قتلك راوت تشدها تقولها ليه والحاجرة يتولي تشتقول ليه هتها داوة عليها وكل انا نحي في المعلمة الحقيقة متعرف ضبط الاعصاب والإطارات اللي كانوا موجودين خطر كانوا الناس خرين في القسم عندهم ضبط اعصاب انا يعني ناس هذوم ملومين بالقوانين بالحق راوة ولكن كوم احنا ملاش عايشين في غابة اليومة وعايشين في دولة دولة قانون ومؤسس تم القبض على الولية هذية توقفت مبدئية توقفت مبدئية كانت فيما مدخلة لاخوها ولايتا وكنت نقرأ في احدى الاذاعات اللي امنعش اسمه هراني اكيد تذكرت المصدر خطر استاتيو ما وش حاطت قالوا وبرشا شوف في زملاء صحفيين قاعدين يبرتاجيو في نفس استاتيو اللي قالوا اللي هي عندها مشاكل نفسية اوكي ما عمت احد اخوها قال اللي راوة عندها مشاكل نفسية تنجم تكون ما نعرش لكن معليها كان تثبت هذا تثبت هذا رسميا اللي هي عندها مشاكل توصلها لدرجة اني السبغمين مع التتجرق وتدخل القسم ثم مكتب العلاقات مع المواطن في مندوبية ولا في الوزارة ولا حاجة اعمل جوية بمشي اشكي وخذ حقك بالقانون انا انحالي سرعة في اللي تحركت معليها اليوم صلطت وتم القامل عليها والقانون ياخذ مجرى كان المريضة ربي فرج عليها وتثبت هذا والقانون يقول كلمته في الاخر لكن كان بالحق هي في كامل قويها وما داركها العقلية وتصرفها كيكا اذي معتش اذي الغابة معتش في مخها عايشين في غابة هي الغابة يحكم فيها الاسد معتش مش بسايبة زي دا فهمت والله والله معتش اللي يريتو اليوم والله قلتك من لون في مخي كي بعثوا لي قلت معتش نذكر جاوبت شكون لانسيت شكون جاوبت قلتلهم ليه يفادلكو ولا في بالي سكيتش يبتش في بالسكيتش عاليوتيوب وقلت وسكيتش وخايب مخلو كينا بطو يزاغ معنى نقدموا صورة كيما ها كيكا صحية ثم بعد قلت كاميرا كاشي بعد قلت بك سيت كوم ما كيفش يعملو هاكا في سيت كوم حتى السيناريو يصير خايب معنى وذي بعشين مليون وذي ترشنو هاكم عايشين في العز المدرسة ذيكا عز مليكن تدخل ديزيكول برا ولا ديزيكول بخيفية ولا شنو تعمل أنتو كائنا ما نحب نكون قاسي على حتى حد حشيش ترمضان حشيش ترمضان هكي قعدوا ندور أنا في شارع أنا ما حشيش ترمضان وما حشيش ترمضان وما حشيش ترمضان شجرمت رمضان دي مش حشيز والله شوف كان كان كيما قاعد يتقال اللي هي تعانيون إثرا بيت نفسي ربيش فيها خليل القانون يقول كرمته وكان لي فما قانون نطبق على الجميع ونشكر الصلاة اللي تحركت بسرعة معنا ما زلنا في الغرايب والعجائب في الحقيقة مرواء ما زلنا أنا مزدومة مزدومة كيفاش ينجم إنسان مصدمة مش خارجين اليوم مزدنك شقينا فتار نارا ماشي نعم الجام رهوجين بشقع الفترة مزدومة كيفاش ينجم إنسان يزحر إنسان آخر يضروا لحد الموت مثلا ممتون شنو حد الموت شو ما زلها الحقد والبغض والأنانية تواصل لعباد للدرجة هذه اللي تواصل للشخص يقوم بالأعمال الشنيعة هذه تم إخراج قفص حديد من وسطه دميا كبيرات للحجم في وسطها تلسيم سحرية والقفص هذا كان موجود في عمق 20 متر تحت الماء وعلى مسافة 90 متر زيادة من الشطر من الشطر إذا في تونس في تونس قادي نشوف في التصوير اللي نسي قادي تفرجوا فينا 14 سنة وقاوا فيها مروى من أقوى الأسحار اللي هو يتسمى سحر الغواص يقولوا الدمر الإنسان معنا سحر شنو حتال السحر ولا سحر غواص وصحر طيارات سحر غواص معنا مردون في الماء في قاع معنا بعيد نعم الماء ما يطلعوهاش سوديزان فمتني في قفص حديد ربي كيحب حاجة تصير سبحان الله تصير سبحان الله إننا من بحاجة كافر موضوع ذي ساعة نسي دوم وممشي قاوة معنا وممشي قاوة وقد يش عندهم مرض في قلوبهم معنا تتصورني إن نمشي نصرف الفلوس بش لطف مع العلمي إنه نشي يصير مع الفكرة هذي إنه عندي حاجة كهو نعرفها ربي قال وما هم دارين به من أحد إلا بإذن الله يعني يعني كي ربي مقدر لك حاجة بستير لا شبحان الله في رمضان في رمضان يعني ربي مقدر لك حاجة بستير لك بلي يعملوا فيه وراء ما يعنوش إذا درس عامة خيرة إذية كي ربي مقدر لك حاجة بستير لك بتصير بتصيف عن الناس الكل كي ربي حب وكي ربي ما يحبش يجعل سبب تلاصم هذو ما اللي عملوا فيهم خطرهم حكاية فارغة بيش زعم ما زعم هاوكا وقفو الحكاية هذي كبتلا اللي مكتبو ربي يصير ومتنجم حتى حد يبدل ربي شنوه يحب يعمل ولا الاقدار نسا دوما نقول بصراحة يمرضو في رواحة ناس مرضى ربي يشفير وليس على المريضي حرج ما يقلقوني شنو مرضي حتى طرف يعني نرجعو لتدوينها باتها حتى بالحاج يقول في سيدي بوسعيد الساندويتش ب 37 دينار والكافتاج ب 15 دينار حتى ستريت فود باش يفوكوه غريبة الأسوام الأسعار هذية غريبة مثلا ماش رقابة ما فهمتش أنا شوف ساندويتش ناخدو ب 37 دينار غين كو خاطر سيدي بوسعيد ولا مرسى ولا اللاك ولا كميم ستريت فود هو جنرالما في أي بلاد احنا طوال عنا عقلية نقوله ستريت فود في أي بلاد هي الميكلة أرخص حاجة تبدأ في البلاد أرخص حاجة هما ستريت فود الحاجات هكي الفاست فود معتا كي فيسا فيسا سبيساليتي متاع البلاد هذي كي يبدأ وجني غالما وفي الشارع يبدأ ولا عبيد ولا فهمت دونك ستريت فود دي ما أرخص حاجة اليوم ما ولد أغلى من البيتزا في تونس كي يجي وأغلى من القديم كي يجي قلت للاسويب سبعة تلاثين دينار كاسكروتي كنت بلاسكالوف ولا حاجة وخمساش دينار كافتيجي معنا الكاسكروتي الزوالي وخمساش دينار وخمساش دينار غريبة أي عندو حقها تمبلها أنا أنت عندك عائلة ستريت فود بسولي بدعة في تونس جست خطر تبدل اسمه طيو معاتش ولا مذخم ولا ستريت فود عرفت هوني سمعت أنا في تونس واحد قال ستريت فود ما صفكو واحد عندو أربع صغار وهو ومرت وبيجارة بيغة لا ما زالوا ما زالوا يبيعوا ما زالوا يبيعوا في بلايس ما عائلين لحظة كونتعة شهرية باش ناخت كسكروتات باش تاخد صندويتش لي وكافتيجي وفهمة بلايس ما زالوا يبيعوا بلاسوام اللي نعرفوهم لكن بالحق فهمة بلايس أخرين أخرين بدعوا والأتعاس من ذلك اللي يفهمة ناس تشري زدارة هوا مم فما تصورش واحد يبيع في الصندويتشات وحال مشروع ومثم حت حد يشري من عندو ولا رو ساكر دونك فهمة ناس تشري اللي يحب يشري صحة لي كل واحد حر سيدي ابو سعيد اشتبعد على حق الويد حكا حق الويد اصحارها مناسبة الكرم كيف كيف كرم انتي بحوم تكعات بي بطل الكرم لسوام نعرفهم معناها مناسبة ما يعليس سيدي ابو سعيد اسوامها غالية برشة معاش واحد ينجم يقعد فيها بالرغم منطقة سياحية مو كون في رمضان خاطر الناس كل سيدي ابو سعيد سيدي ابو سعيد أنا والله لمشيت السنية أنا بلاصر عبي لا نمشي ليش في رمضان لا لمدينة لا سيدي ابو سعيد لا يغلل نخدم من روح لحقيقة هماءكم نخدم سوما كستاة تقول عليك ميخلا بقراج معناها يستغلوا ايجا نقول لك غلاء الاسعار في رمضان ما يش جدا علينا معتها هو حتى سوم في رمضان يا مرورة وحتى في سليم في رمضان والله يزيدوا أكثر يزيدوا الناس تستغل مثلا الغلا تزيد يزيدوا ما يحبوش يفهموا التنبير ما عنده ما يبدل لكن المقاطعة هل يجب أن تبدل الحكاية هذا ما فهمتني فاش نحكي احنا ما عنده احنا الحاجة اللي تتفقدوا اللي تم احتكارها في البلاد شنو يصير اول حاجة نشدوا الصف عليها معناها اي حاجة حتى كن ما تستهلكيش كل يوم روا تولي شدة الصف احنا نعشقوا عقلية الصف انا حاجة نقالها صف مصحي نشريها شنين اعطيني حاجة شدوا عليها الصف ونعيشوا كم بها مثلا شدينا الصف على الحليب وعا السكر الحليب صالحليب بفهم الناس صغيرات احنا عنا العقلية نحبو 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 شدوا الصف نحبو معنش نظريت احنا في تونس كل شي بالصف عنا تمشي لقبضة صف تمشي البوستة صف البنكة صف في اي بقعة ثم الصف انا قلتك نهارتي تولي عنا عقلية المقاطعة نجموا نقدموا نحيوا هذي الظواهر متاع الاحتيكار متاع غلاق الاسعار متاع الاستغلال متاع بعض التجار وغيرهم احنا ليه احنا الحاجة تولي بالعسل فهمت اما اميمتون نبرو كي ما نعملو بالضبف المسلسلات تبدأ سيتكم ولا مسلسل مش عاجبهم يسبو يسبو اما يفرجو الناس الكل يطلع لول في نسب مشاهدة يدخل برشة فلوس اما اميمتقد اني سب ما عندهم يبدر كي تقدر تنبر و تسب فهمت تتعاو ربي يصلح الحاج شو قلك عمرك ما شربت كاستي ب 30 ألف ولا 20 ألف الحقيق الحقيق النجم نكون شربت ما نعرف ما نعرف نجم نكون يقتلك باش ما نبدأ وش زادة زعم 20 30 ألف كاستي تعرف عليش مش نحكي على 20 ولا مش خصار فاي صحيح صحيح لي لي ما تتنجم تكون كيفيش نفصل لك ما عطم باش ما يقولو حس في الشعبوية ولي وهاكو ما يكلو خاطر يشوف هنا سانوين نمشي نجم نحب نهار نمشي جو بايلو كادر نخلص حق الكادر نيكل ميكل غاليا بكيفي أما نحكي على حاجات اللي لازم هتكون رخيصة ميكلتنا هذو ما باق عادية صحيح هوني يوالي استغلال من بعض تحب نمشي بلاسة غاليا تبايلو كادر اذيك شوالي كنت ولي يقدر يمشي والنس كل اللي يحب يمشي كل واحد حول اما اليوم بلاسة عادية تستغلغ ينكو خاطر رمضان وبلا يسمع بيا وهاي جوب خوفيت القهوة كنتو بيع فيها 3000 اليوم مردها بـ 8000 خاطر رمضان وبش يجيني خاطر يحب يبدل الجاو خاطر ما عنده يخرج هذي ولي استغلال للمواطن فهمت وقال بمضوعة ذا وريت احنا حكينا ذا كل في العيد بش تزيد تغلى الأسعار وبش يمشي ومفم بش يمشي تبدل على أمال اللي جين هاره ونفق 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 وفهم حاجات أخرين أباغ التنبير نبدل بها البلد شوية أخر نشير